السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في قناتي وقناتكم مطبخ ام التوأم كنت منكم اخواتي تكونوا باخر على خير انتما تشاهدوا هذا الفيديو ودائما مع الوصفات البسيطة السهلة والناجحة كذلك اليوم ان شاء الله سنوجد معكم ضانب منزلي او ياغوت سائل كي يجي عاقد ولديد بزاف وغادي بغيوه الوليدات فتابع معي المكونات مع طريقة التحذير بسم الله نحتاج هنا لتر من الحليب يكون كامل دسم هنا 180 غرام من السكر حبيبات ثلاثة ديال ملاقة كبار من الحليب بودرة ما يعادي 30 غرام يعني هذا الكيس هذا الوزن دياله 60 غرام اخذت النصف دياله ونحتاج هنا ياغوت بنكهة الفانيلا الوزن دياله 125 غرام عندي اتنين اكياس من السكر فانيلا كل كيس الوزن دياله 8 غرام يعني المجموع 16 غرام وغادي نحتاج لتر ونصف من الماء المغلي خديت هنا واحد تنجرة الضغط غادي نفرغ فيه اللتر من الحليب ومن الاحسن يكون كامل دسم باش تنجح معاكم الوصفة ما تخدموش بالحليب اللي كيكون نصف الدسم والحليب يكون بحرارة الغرفة انضيف عليه اتنين اكياس من السكر الفانيلا باش كيعزز لنا المضاق ديال الفانيلا انضيف هنا 180 غرام من السكر انا جتني في الحلاوة معتديلة اذا بغيتوا الحلاوة اكتر كملو حتى المائتين غرام غادي نضيف العلبة من الياغورت بنكهة الفانيلا هذا نشريه من مركزونا وكنستغل فرصة وكنخلي هذا ديال الفانيلا باش كنخدم بها الياغورت السائل ومن الاحسن تكون بحرارة الغرفة ضيفت هنا الحليب بودرة كما لاحظت ثلاثة ديال ملاعق عمرين ديال الحليب بودرة سوف نخلط هاد المكونات باحت طرب اليدوي وعاد غادي نخلطه بالطرب الكهربائي باش كنتفادة ديالكتكاتولات اللي كتكون ديال الحليب بودرة سوف نضيف لتر ونسب من الماء المغلي ضروري يكون مغلي سوف نخلط واحد شوية بالطرب اليدوي وسوف نغطي الطنجرة وردل الصفرة دياله ونغطيه مزيان بواحد المندين خليوه غير فوق سطح العمل حتى بل جو سخن ماشي في حل اللي كيكون جو بارد فضروري نغطيها بواحد الملطة باش كي يقدر يوجد لنا بسرعة هنا خليته ليلة كاملة هذا الياغورت خدمته بالليل حتى اليوم الموالي عاد يعني عاد استهلكناه تقدروا تخدمه في الصبح وحتين الليل عاد تقدروا تستهلكوه هنا بعد ما كتمر عشرة ديال ساعات على الاقل كي نحيط له الغطه كان نحضره على الياغورت اللي كيكون عاقد وخاثر بهذا الشكل هذا بعد ما نحركه تشوفه كيف يش كي يجي هذا الشكل سوف نحركوا واحد شوية بالطرر باليداوي وعاد فرغوا في القرع الازج ونضعه في التلاجة حتى يبرد جيدا لأن كل ما يبرد يزيد عقاد ويأتي الماضي قد يضع الأسرة كبيرة تقدروا تضعف المقادر لكي يخرج لكم كمية كثيرة بالنسبة للأخوات اللي ما كنت تعجبهم مش النكهة ديال فانيلا يقدروا يستغنوا عليه ويخدموا هاد الوصفة بالياغورت ديال الفريسة مع النكهة ديال الفريسة أو الياغورت ديال خوخ مع النكهة ديال خوخ أو الياغورت ديال ليمون مع النكهة ديال ليمون كيبقى لكم الاختيار وكامين بهم كيجي ورائعين في المدق كيجيوا الداد بزاف بزاف كانت من أخواتي تجربوا هاد الوصفة وانا متأكدة إذا جربتوها ما تبقى بش تستغنوا عليها كيجي ولا أروع الديدة بزاف وغادي يحتاجو هالوليدات سواف الصباح اللفطور أو اللقوتي وكيف ما لاحظتو كيطلع اقتصادي وأحسن ديال المحلات وغايدعو فيها أصحاب المحلات كان شكركم بزاف على حسن المتابعة وكنضرب لكم موعد في الفيديو القادم بحول الله ما تنسونيش من صالح دعاواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا